أكدت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة على أهمية المناقشات التي تمت خلال أعمال اجتماعي جمعية الصحة العالمية في دورتها السادسة والسبعين في جنيب وجاء ذلك في ختام ترؤس سعادتها للجنة الرئيسية ألف والتي تعنى بالمواضيع التقنية مثل الأنظمة الصحية والتقطية الصحية الشاملة والاستجابة للطوارئ ورفعت سعادة وزيرة الصحة خلال كلمتها أسماء آيات الشكر والعرفان إلى جلالة ملك البلاد المعظم وإلى سموالي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعمهما اللامحدود لتقدم القطاع الصحي في مملكة البحرين وتوسيع أفاق التعاون الصحي الدولي كما أكدت أهمية انتخاب رئيس وفد مملكة البحرين لترؤس اللجنة الرئيسية ألف حيث إنها المرة الأولى التي تشغل فيها البحرين هذا المنصب الرفيع والذي يعد جوهريا في أعمال جمعية الصحة العالمية وأكدت الوزيرة بأن هذا المنصب يسجل إنجازا جديدا لمملكة البحرين كما يجسد حرصها على العمل المشترك مع منظمة الصحة العالمية لتنفيذ البرامج والمبادرات التي من شأنها تطوير أداء النظم الصحية وتعزيز الأمن الصحي بمختلف دول العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر